فإذن هذا الإله المجهول طبعا في قصص كثيرة بحسب الأساطير اليونانية ولكن خليني أختصر من القصص أنه عادة عشان لألا ينسوا أي إله مش معروف مع أنه كان عندهم إدراك في إله قادر إله مش غير مرئي مش قادرين يصلوله أو يعرفوا عنه هذا الإله بولوس عاوز يتكلم عنه إله مجهول بالنسبة لهم ولكنه إله معروف بالنسبة لبولوس الرسول ألم يقل عن هذا الإله الذي أعبده من أجدادي ألم يقل عن هذا الإله الذي أعبده بضمير صالح فهو بيعرف الإله ولكن عندهم فكرة مجهولة فكرة غامضة عن من هو هذا الإله فكانوا يآمنوا اليونانيين أنه أحيانا الآلهة تتقمص أجساد البشر وبيتظاهر مثلا لربما يكون فقير وإذا عملوا معاملة سيئة ممكن يعاقب البلد كله وموجود طبعا في كتابات اليونانيين وأحيانا حتى يرضوا كل الآلهة ما ينسوش أي إله كانوا بيطلقوا الماعز وكل يعني عنزب تصل إلى مثلا مكان معين بقولوا هذا المكان لإله مجهول فبولوس بفن التواصل ببراعة أن أراد أن يوصل المعلومات عن هذا الإله المجهول أن هذا هو الإله الحقيقي وحده بمقارنة مع الآلهة الأخرى هذا الإله أحبائي المجهول بالنسبة لهم هو الإله الحقيقي الذي خلق العالم وكل ما فيه بينما الآلهة الأخرى أثبتت أنه ما عندهاش القدرة أن تخلق لا يستطيع أن يخلقه شيء ثاني هذا الإله الحقيقي هو رب السماء والأرض رب السماء والأرض شيء عجيب أنه مكتوب عن يسوع رب الأرباب رب الحصاد رب السب رب يعني بكل معنى الكلمة ربا للجميع كما يقول عنه الكتاب المقدس ولا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس هو رب السماء والأرض ما فيش آلهة ووسطات تانية لهذا الإله هذا الإله لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادة لأنه وين ما بيتفرج كان بولوس كان في هياكل هيكل أثينة طبعا حامية أثينة لأنه المنطقة وين الأريوس باقوس هي في منطقة تسمى مارس هيل اللي هي يعني تلة آرس آرس اللي هو إله الحرب وهناك على هاي التلة كان فيه الأغورا الماركت بليس وكانت تطل على الأكروبلس اللي هي أعلى نقطة في المدينة وفيها هذا المكان أو مركز الاجتماعات والمباحثات والمسائلات والمجدلات وكل فيلسوفي بيأتي بتعليم جديد كانوا بيسمعوله يعني ما عندهن الشغل عملي إلا طول النهار يسمعوا فلاسفة وعلماء فهذا الإله لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادة وهذا الإله أيضا لا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء وهذا الإله مكتوب عنه يعطي الجميع حياة ونفس وكل شيء ومكتوب أيضا عنه به نحيا ونتحرك ونوجل وهذا الإله طبعا يفوق كل الأوصاف بقول لعلهم يتلمسونه فيجدونه مع أنه عن كل واحد مننا ليس بعيدا فإذن هو فائق الأوصاف فوق التصور البشري أو فوق التصور العقلي وبعد ما قدم هذه المقارنة عن الإله الحقيقي مقارنة مع آلهة اليونانيين فبولوس بيصل إلى بيت القصيد إلى الرسالة الرئيسية فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل لاحظ شو بكمل بقول لأنه أقام يوما فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل يسوع المسيح قد عينه مقدما للجميع إيمانا شو البرهان إذ أقامه من الأموات قيامة يسوع المسيح من الأموات هي لطعط المصداقية لرسالة وإرسالية يسوع المسيح اشتركوا في القناة